للأسف ناس صدقت صحيط على إلحق دولهد ومقبرة الإمام ورش وأمير الشعراء فما كان من محافظات القاهرة مشكورة بصراحة لأنهما نفوا جملة وتفصيلا كل ما قيل أو نشر على مواقع وصفحات سوشيال ميديا وبرامج السوشيال ميديا و بوستات السوشيال ميديا وإلحق يا جدع ده شالوا مقبرة الإمام ورش صاحب صاحب إحدى القراءات السابع للقرآن الكريم ده هدوا مقبرة المقابر قدام حضراتكم على الشاشة ومقبرة أمير الشعراء أحمد شوقي أصل بيطوروا وبيعملوا عمليات تطوير وبيبنوا طرق جديدة فهدموا المقبرتين طب ما حصلش أهي دي مقبرة أحمد شوقي الصورة دي طازة بالمناسبة بتاعت النهاردة مش مبارح النهاردة المحافظة بتقول يا سادة يا كرام لو سمحتوا ما تلتفتوش لما يتم تداولوا في هذا الموضوع على الإطلاق لأنه كذب عاري من الصحة المحافظة بتقول لو سمحتوا الناس اللي بتستخدم السوشيال ميديا الناس اللي بتقرأ على السوشيال ميديا الناس بالمناسبة 29-8 ده النهاردة اليوم طازة انتوا اللي حطانها يا يوسف بقولك ايه ما تاخد بعضك بكرة الصبح وتروح تزور وتقرأ الفتحة وتبلغني تقولي يا ترى هل ترى أخبار المقبرتين ايه ده من الآخر عشان ننجز نفسنا يعني سهلة أصلها أقولك أبعت حد من زميلي أو هتقولي ده انت بصورة السنة اللي فاتت فعلا متاخد بعضك انت وتنزل انت خسرا ايه ولهذا فعلا محافظة القاهرة بتقولك ايه لو سمحتوا يا جماعة تحروا الدقة والموضوعية أرجوكوا تحروا الدقة والموضوعية سألقى اذا كان فنشر الخبر وانت بتشارك الخبر وانت بتعمل لايك على الخبر مش عارب تعمل لايك ليه وانت ازاي لايك يعني خبر زي دي ازاي تعملوا لايك مو برضو بالعقل يعني وانت بتعلق سلبيا اللي هو ايه لكن الله يا مصر يا ولا سألة بسيطة أصل الموضوع ما واش صغير ولا هين يعني الإمام ورش وإحمد شوئي لا ده ننزل بنفسه واتأكد قبل ما اعمل اي فعل انا آسف في حماقة لان اشارك خبر زي ده واروجه وانشره وابدأ احط تحته بقى مجموعة من التعليقات السلبية والهجوم عمال على بطال لا احنا بنتكلم على الإمام ورش بنتكلم على أمير الشعر انزل ما فيش وحد صاحبك معدي فيش حد جاركو هناك صاحبكو زميل دراسة تحروا صحة المعلومة قبل النشر ودمتم ودمتم